جلسة جديدة عقضة الكابتن سيد الحفيز مدير الكرة بالنادي الاهلي مع حسام حسن مهاجم الفريق اللي باين عليه حالة حزن شديدة طوال الايام اللي فاتت بسبب انه حاسس بعدم وجود دوله مع الفريق حسام قال للكابتن سيد انه بصراحة حابب يروح مكان تاني عشان يلعب حتى ولو اعاره ويرجع بعد كده تاني للنادي الاهلي ويشوف اموره بعدها لكن الكابتن سيد الحفيز بلغوا ان لجنة التخطيط في النادي اكدت تمسكها بي وده اللي قلت لكم منذ ايام انه لجنة التخطيط متمسية جدا بحسام حسن رغم ان بيتسو موسماني قابلا واحدا مش عايز حسام حسن مش عايز هو شايف انه مش هيستفيد منه ومش عايز يستفيد منه ده بالنسبة لحسام حسن كابتن سيد الحفيز هاد ده وقاله الامور تبقى معاك افضل في الايام اللي الجاية كابتن سيد الحفيز ايضا مدير الكرة بالنادي الاهلي نقع للعاب الفريق محضرة معاهم النهار ده خلال محاضرة معاهم ان في رسالة مهمة من الكابتن محمود الخطيب ليهم ان الموسم لسه فيه تلع بطولات اتنين كاس وبطولة دوري ولازم يكون هدفهم الفوز بالبطولات دي كرد كرد على الخسارة بطولة افريقيا رد للجماهير رد الجميل لجماهير النادي الاهلي رامي ربيع كمان مدافع النادي الاهلي قال لبعض المقربين منه انه بيفكر في اكتر من عرض وصل للفترة اللي فات عشان يقبل افضلهم خصوصا ان محدش كلمه خالص في تجديد عقده الحد دلوقتي بس ربيع كمان قال للمقربين منه انه عايز يمشي بطريقة كويسة وانه يستأذي النادي الاهلي في نهاية الموسم فيه الرحيل عشان تفضل العلاقة بينه وبن النادي الاهلي عضاها جيدة خصوصا انه واحد من اهم اولاد النادي كمان رغم ان الاهلي خسر بطولة افراقيا امام الوداد لكن ده ما كانش له تأثير على صرف مرتبات اللاعبين وكمان سداد بعض الاقصاد الخاصة بمستحقتهم ونسب عددهم واللي عرفنا انها نزلت في حسابات اللاعبين خلال الساعات اللي فاتت كعادة النادي الاهلي موقف محترم موسيقى